السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأكمل شرح بقية دروس الوحدة رقم واحد والتي بعنوان Family Events من كتابة الإنجليزية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وبلما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة وقبل أن أبدأ بشرح الدرس سنفتح سويا على صفحة 125 لأنني لم أقم بحل تمرين رقم خمسة في الفيديو السابق لذا سأقوم بحله بهذا الفيديو وبعد ذلك سنبدأ بالدرس سويا هنا في تمرين نمبر 5 write three sentences about your family المطلوب أن نكتب ثلاثة جملا عن عائلتنا أي ثلاثة جملا؟ نتحدث بها عن العائلة هنا بدأت الجملة in my family أي في عائلتي there is my وأكملنا الفراغ مثلا grand father هناك جدي ممكن أن نقول هناك جدتي نكتب اسم فرد واحد من أفراد العائلة لأن الجملة جاءت مفردة جاءت is و is نستخدمها مع المفرد ممكن أن نكتب جملة أخرى ونقول there are my father and my mother أيضا في عائلتي هناك أبي وأمي قلنا there are لأننا نتحدث عن أكثر من واحد أيضا ممكن أن نقول جملة أخرى there are my uncle and my aunt هناك أيضا عمي أو خالي عمتي أو خالتي أيضا قلنا there are لأننا نتحدث عن أكثر من واحد ممكن جملة أخرى نقول I have three cousins أنا لدي ثلاث من أولاد العم أو بنات العم أيضا قبل أن أبدأ في درس اليوم أريد أن أوضح أن العائلة وتعني family تتكون كما ذكرنا من grandfather وله اسم آخر وهو granddad واسم ثالث تعلمنا وهو grandpa إذن grandfather أو granddad أو grandpa جميعهم مسميات للجد grandmother grandmom وgrandma أيضا مسميات للجدة والجد والجدة نسميهم معا grandparents grandparent أيضا father أو dad أو pa هي كلها مسميات للأب mother mom وما أيضا هي مسميات للأم والأب والأم هما parents لدينا son هو الابن daughter هي الابنة وكلاهما نسميهم siblings هذه معلومة إضافية غير موجودة في الكتاب إذن الابن والابنة هم إخوة أي siblings أيضا تعلمنا عن الحفيد وقلنا معناه grandson الحفيدة granddaughter وكلاهما grandchildren نسميهم أحفاد أي grandchildren وتعلمنا أيضا أن العم أو الخال نسميه uncle العم أو الخال نسميها aunt وأولاد العم وأولاد الخال أو بنات العم وبنات الخال جميعهم ندعوهم cousins أما الأشخاص البالغين في العائلة فنسميهم grown ups درسنا لليوم هو grammar grammar أي قاعدة سنتعلم قاعدة سبق أن تحدثنا عنها في مقدمة الكتاب في وحدة welcome سنفتح سويا page number 12 أي 12 من كتاب الطالب لدينا هنا number one read and complete the chart علينا أن نقرأ ونكمل الجدول هنا لدينا في الأسفل هذا الجدول سوف نكمله بعد أن نقرأ هذه المحادثة المحادثة الأولى دارت ما بين هذان الفتيان قال الفتى الأول how often do you walk in the park مرة أخرى how often do you walk in the park هنا سأل بhow often how often تعني كم مرة نسأل بها عن المرات الذي يقوم بها الشخص بفعل شيء ما هنا يسأله كم مرة تمشي في الحديقة أجاب هذا الولد وقال I always walk in the morning أنا دائما أمشي في الصباح إذن هنا استخدم كلمة من كلمات الـ adverb of frequency التي تعلمناها في الوحدة السابقة وهي always إذن عند الإجابة عن هذا السؤال دائما نستخدم كلمة من كلمات الـ adverb of frequency رد عليه الفتى وقال I usually walk after school أنا غالبا أمشي بعد المدرسة إذن هنا أيضا استخدمنا كلمة من كلمات الـ adverb of frequency وهي usually هنا محادثة أخرى دارت ما بين الأب وابنه قال له الأب how often do you feed Daisy كم مرة تطعم دايزي وديزي هنا هي هذه الأرنبة سأله أيضا does she eat every day هل هي تأكل كل يوم رد الولد وقال I never forget to feed her أنا أبدا لا أنسى أن أطعمها إذن أيضا هنا سألنا بhow often وأجاب بإحدى كلمات الـ adverb of frequency وهي never أيضا هنا محادثة أخرى دارت ما بين هذا الفتى وأخته الأخت عطصت أتشو وقالت سوري أنا آسفة فهي تحصل بعض الأحيان هنا إت تعود على العطصة هذه العطصة تحصل معي بعض الأحيان سألها أخوها how often does it happen with cats كم مرة تحصل معك بسبب القطط ردت وقالت very rarely نادرا جدا maybe I have a cold ربما يكون لدي برد أي أن سبب عطاصي ربما يكون بسبب البرد أيضا هنا سألنا بhow often والإجابة أيضا استخدمنا بها إحدى كلمات الـ adverb of frequency وهي rarely إذن سنتدرب على قراءة هذه المحادثة جيدا ننتقل الآن إلى قاعدتنا والتي تتحدث عن أسلوب السؤال how often والذي يأتي معه في الإجابة كلمات الـ adverbs of frequency هنا ما علينا أن نعرفه أننا عندما نسأل how often يأتي بعدها كلمتان إما do أو does متى نستخدم معها do إذا جاء ضمير الفاعل بعدها إما you أو we أو they أو جمع ونستخدم معها does إذا جاء ضمير الفاعل بعدها he أو she أو it أو اسم مفرد من تركيبة السؤال نبدأ بـ how often وبعدها إما do أو does بعد do سيأتي أحد ضمائر الفاعل هذه مع does سيأتي أحد ضمائر الفاعل هذه بعد ضمير الفاعل سيأتي الفعل الفعل الذي نسأل عنه ونلاحظ أن الفعل سيكون بصورته الأصلية سواء مع does أو مع do لا نضف للفعل أي شيء في السؤال ونكمل السؤال الذي نسأل عنه هنا مثلا how often do we walk in the park كم عدد المرات التي نحن نمشي بها في الحديقة أو ممكن أن نسأل بـ does how often does she have a cold كم عدد المرات التي هي يكون لديها برد في الإجابة سنبدأ بضمير الفاعل الذي سألنا عنه ونستخدم كلمات الـ adverbs of frequency وبعد كلمات الـ adverbs of frequency سيأتي ماذا؟ سيأتي الفعل الفعل إذا استخدمنا معه ضمائر الفاعل I أو you أو we أو they سيأتي بدون إضافة أما إذا جاء معه والشي وإت سنضف للفعل إس وتعلمنا جميعا أن always تعني أننا نقوم بهذا الفعل دائما أي مئة بالمئة بعدها تأتي usually أي أننا نقوم بهذا الشيء 75% أي غالبا ما نقوم بهذا الشيء تأتي بعد usually sometimes أحيانا نقوم بهذا الشيء أما rarely فتعني نادرا نادرا ما نقوم بهذا الشيء وكلمة never تعني أننا أبدا أبدا لا نفعل هذا الشيء إذا نجب على هذا السؤال إذا سألنا مثلا how often do they walk in the park سنقول they مثلا always walk after school هم دائما يمشون بعد المدرسة أما إذا سألنا مثلا بـ does how often does he walk in the park سنجب ونقول he مثلا rarely نادرا walks after school إذا بعد هي وشي وأد أو أي اسم مفرد سنضف للفعل مع استخدامنا لكلمات الـ adverb of frequency ننتقل إلى number two read and answer علينا أن نقرأ ونجب على هذه الأسئلة طبعا هذه الأسئلة تتعلق بقاعدتنا لليوم number one what phrase do we use to ask about the frequency of activities إذن ما هي العبارة التي نستخدمها كي نسأل عن عدد المرات أو التكرارنا لنشاطات معينة قلنا العبارة هي how often number two which words are used to express frequency ما هي الكلمات التي نستخدمها لنعبر عن تكرارنا لفعل ما قلنا الكلمات هي الـ adverbs of frequency وهي always, usually, sometimes, rarely, whenever إذن كلمات هي always, usually, sometimes, rarely, whenever number three which word is used to talk about activities we do all the time أي كلمة من كلمات الـ adverb of frequency والتي تستخدم لنتحدث عن نشاط نفعله طوال الوقت طبعاً نقول always نحن دائماً نفعل هذا الشيء السؤال الرابع which word is used to talk about activities we do not do إذن أي كلمة نستخدمها لنتحدث عن النشاطات التي لا نفعلها أبداً نقول never نقول never نحن أبداً لا نفعل هذا النشاط إذن سنكتب never السؤال الخامس which words are used to talk about activities we do less often أي الكلمات هي أكثر من كلمة نستخدمها لنتحدث عن النشاطات التي نفعلها بشكل قليل ليس دائماً وليس لا نفعلها أبداً ستكون rarely, sometimes, usually سأقف عند هذه الفقرة في فيديو اليوم حتى لا يصبح الفيديو طويلاً جداً وسأكمل الدرس في الفيديو القادم ننتقل الآن إلى كتاب التمارين ونقوم بحل التمارين التي تتعلق بهذا الدرس سنفتح سوياً page number one hundred twenty six أي مئة وستة وعشرون لدينا هنا number one order the adverbs of frequency علينا أن نرتب order تعني رتب كلمات أحوال التكرار هذه سنرتبها من الذي نقوم به مئة في المئة أي بشكل مستمر وحتى نصل إلى الذي لا نفعله أبداً الكلمات هي لدينا always دائماً never أبداً لا نفعل هذا الشيء rarely نفعله بشكل نادر وقليل sometimes نفعله أحياناً usually نفعله غالباً سيكون الترتيب الصحيح هنا خمس نجمات أي نفعله بشكل دائم لدينا كلمة always تليها أربع نجمات كلمة usually غالباً ما نفعله تليها sometimes ثلاث نجمات نفعلها أحياناً ويليها rarely نجمتان أي نفعلها بشكل نادر وأخيراً never لا نفعلها أبداً وترمز بx ننتقل بعدها إلى number two complete with an adverb of frequency علينا أن نكمل هذه الفراغات بكلمات ال adverb of frequency أحوال التكرار هذا on weekends في نهاية الأسبوع هنا لدينا خمس نجمات شيء نفعله دائماً نقول always play with my friends إذن أنا دائماً ألعب مع أصدقائي we هنا لدينا ثلاث نجمات أي sometimes we sometimes go to the park to play soccer or different games and have a lot of fun إذن نحن أحياناً نذهب إلى الحديقة كي نلعب كرة القدم أو ألعاب مختلفة ونستمتع كثيراً on saturday I لدينا أربع نجمات إذن شيء نفعله غالباً I usually visit my grandparents with my mom and dad أنا غالباً أزور جداي مع أمي وأبي we هنا X أبداً لا نفعل هذا الشيء إذن never go in the morning because they rarely هنا لدينا نجمتان أي شيء نادراً ما يفعلونه rarely get up before 10 o'clock on saturday إذن نحن أبداً لا نذهب في الصباح لأن جداي هنا ذي عائد على الجدان نادراً ما يستيقظون قبل الساعة العاشرة يوم السبت ننتقل إلى number three rewrite the sentences with an adverb of frequency علينا أن نعد كتابة هذه الجمل باستخدام كلمات ال adverb of frequency أي أحوال التكرار هذه الجملة الأولى I go to school by bus every day أنا أذهب إلى المدرسة بالباس كل يوم إذن شيء نفعله دائماً نقول I always go to school by bus إذن أنا دائماً أذهب إلى المدرسة بالباس شيء نفعله باستمرار إذن سنستخدم always number two I don't walk to school in the morning أنا أبداً لا أذهب مشياً إلى المدرسة في الصباح don't شيء لا نفعله أبداً إذن سنستخدم never نقول I never walk to school in the morning إذن شيء لا نفعله أبداً number three my sister helps me with my homework two or three times a week أختي تساعدني بحل واجباتي مرتان أو ثلاث مرات في الأسبوع إذن هي تفعل هذا الشيء أحياناً إذن سنستخدم sometimes أو ممكن أن نستخدم أيضاً كلاهما تدل على شيء نفعله أحياناً أو غالباً my sister sometimes helps إذن هنا وضعنا S للفعل لماذا؟ لأننا نتحدث هنا عن مفرد أختي وضمير الفاعل هنا الذي يعود على أختي هو she أما هنا ضمير الفاعل I فقلنا دائماً يأتي معه الفاعل بدون أي إضافة helps me with my homework إذن أختي أحياناً تساعدني في حل واجباتي number four our teacher doesn't ننفي أنها give us a lot of homework إذن معلمتنا أبداً لا تعطينا الكثير من الواجبات إذن هي لا تفعل هذا الشيء أبداً سنقول never our teacher مفرد never gives us a lot of homework أيضاً وضعنا للفاعل S لأننا نتحدث عن مفرد ومعلمتنا أو معلمنا الضمير العائد عليهم هو إما she أو هي number five she gives carrots to the rabbits almost every day في الغالب كل يوم ليس كل يوم إنما غالباً كل يوم إذن سنستخدم usually هي تعطي الجزر للأرانب غالباً كل يوم she usually gives carrots to the rabbits إذن هي غالباً ما تعطي وضعنا S للفاعل لأننا نتحدث عن مفرد وجاء ضمير الفاعل she الجزر للأرانب والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وأضطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا